اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا رضوانه فإن هذا مما تجري عليه نواميس الكون فلا يقال لكل فقير إنه قريب من الله ولا يقال لكل غني إنه بعيد عن الله لكن العبرة كل العبرة بما يقع من المرء من عمل والله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقبا من غضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرنا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين كان متقيا غنيا كان متقيا فقيرا كان متقيا بين بين أحواله في الدنيا لا علاقة له بالآخرة العبرة في الآخرة بأن يكون المرء تقيا في الدنيا قال الله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جذية قال الله بعدها الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى كرم الله ورحمته وفضله يحذرقون أولياءه ويعذبون عباده ويصدون عن دينه وهو جل وعلا لرحمته وحلمه وكرمه يدعوهم إلى التوبة ويقول وهو أصدق القائلين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فاعترض قول الله جل وعلا ثم لم يتوبوا ليبين لكل أحد أن باب التوبة مفتوح وكلنا ذو ذنوب صغرنا أم كبرنا علمنا أم جهننا كل أحد منا متلبس بالمعاصر ولكن الله جل وعلا رحيم يتوب على من تاب فإذا أذن الله بقبول التوبة ممن حرق أولياءه وصد عن سبيله فلا رئيب أن غيره أولى وأحرى أن تقبل توبته والله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أن أعظم عطية وأجل منحة إلهية هي لذة النظر إلى وجه الله ومهرها الأعظم هل خوف من الله الله يقول وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عِلْهِوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَا النَّفْهِ وَقَالَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا وَقَال وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَهُوا إِلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقال لأسباب التوفيق قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما وقال يُثْنِ على عبد صالح لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين وأعظم من ينبغي عليه أن يخاف من الله من يتصدر للحديث عن الدين لأن الحديث في الدين إخبار عن رب العالمين جل جلاله قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بيان العلم وفضله إن مالكا وعبد العزيز أحدا إثناني من علماء المدينة كان يترددان إلى ابن هرمز رحمه الله ويتردد معهم رجل يقال له محمد بن إبراهيم بن دينار ومحمد هذا معه صحبة فكان ابن هرمز إذا سأله مالك وعبد العزيز يجيبه معه وإذا سأله محمد بن إبراهيم بن دينار ومن معه لا يجيبه فوقع هذا في نفس محمد فقال يا ابن هرمز إن في نفسي عليك شيئا قال ومأه قال يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبه معه ونسألك فلا تجيبنا فقال هذا العالم الرباني أو قد وقع ذلك في قلبك يا ابن أخي قال نعم قال فاسمع فإن مالكا وعبد العزيز عالمان فقيها وأنا رجل قد كبرت سني ورق عظمي وأخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني أخاف أن يكون قد خالطني في عقلي ما خالطني في بدني من الكبر فإذا سألني مالك وعبد العزيز وهم فقيهان عالمان أجبتهما لأنه إذا قلت حقا قبلاه وإذا قلت خطأا لم يقبلاه وأما أنت وصاحبك فلست بعلماء فإذا سألتموني وأجبتكم قبلتم قولي على كل حال فانظر خوفه أن يحمل عنه ما ليس بحق قال بعض العلماء كابن الحارث معلقا على القصة قال والله هذا هو الدين الكامل والعقل الراجح ليس كمن يهدي بالهديان ثم يطالب الناس أن يعظموا قوله في القلوب كما يعظم القرآن فالعاقل الذي يبلغ عن الله يجب أن يقع بين عينيه الخوف من ربه إذا تكلم في الشرع ولئن كان كل أحد مطالبا بأن يخشى الله فإن المتصدرين للعلم والوعظ والخطابة وغيرها من الدروس هم أولى الناس بأن يخاطبوا بهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء فالكلام عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهي ثم إن نسان يعلم أنه يجب عليه مع خوفه من ربه أن يعظم رجاه في مولاه فإن الله جل وعلا حيي كريم حريم رحمن رحيم لا رب غيره ولا إله سواه ولا أحد أعظم منه رحمه جل جلاله ومع ذلك ينبغي أن يجمع مع هذين محبته تبارك وتعالى حبا لا يعدله حبك لأي شيء غير الله